السلام عليكم طلاب الصف الثامن أهلا وسهلا بكم في درس جديد في قناة الأستاذ الرائد اليوم شار نفتح كتاب الطالب سيدي نسبوك إلى البيج 26 الصفحة السادسة والعشرين اليوم راح نحل العديد من تمارين هذه الصفحة خلوكم معنا حتى تتم الفائدة بإذن الله بدايةً عنا الإكسرسايز نمبر 5 التمرين الخامس يلي بيحكي لي كومبليت كومبليت يعني أكمل مثل ما أنتم شايفين في عنده هون ديالوج يعني حوار أتبر الشاشة شوي هيك في عنده هون حوار بين ميسيز جونز السيدة جونز وشخص آخر اسمه جاك هذا الحوار بيحتوي على الفراغات بدنا نعبيها لكن باستخدام الشكل الصحيح للفعل وهي هون شيء مهم كوريكت فارم الشكل الصحيح للفربز لأفعال وكل ما نشوف في سؤال هذه العبارة كوريكت فارم الفربز الشكل الصحيح للأفعال معناته الفعلية اللي بين قوسين مثل ما احنا شايفين هون ممكن يتعرض لبعض التغييرات مثلاً ممكن يصير ماضي بسيط أو ماضي مستمر بحسب السياق نبدأ بسم الله بدايةً عندنا هون good morning اللي معناها صباح الخير لما أظل الكلمة إذا بتعرفوا معناها يرد تحكوه قبلي good morning class صباح الخير أيها الصف I hope you all had a nice weekend المعنى أنا أنا ماذا أنا آمل أنكم all جميعاً قضيتم عطلة نهاية أسبوع طيبة أو جميلة have any of you experienced anything interested that you want to share with us ناخذ معنا هذا الشيء هل أي منكم هل أي منكم يعني وقع في تجربة experienced جربة أي شيء مثير للاهتمام يريد وهو يريد أن يشاركه معنا هل في واحد حدث معا شيء interesting مثير للاهتمام share it with us شاركه معنا يحكينا فابتحكي بعدين yes jack ما نعم يا jack فظاهر أنه jack رفع ايده يريد أن say something يريد أن يقول شيء ما يقول well حسنا something unusual فراغ شيء ما غير معتاد فراغ بين فراغ happen to me لي واضح أنه بدي يحكي هناك شيء غير معتاد حدث لي حدث لي فلو سألتكم ما معنى حدثة رح تحكو حدثة ماضي من happen بنزيد الها ed بتصير حدثة بحكي لكم صحيح فبنيجي هون بنحكي أنه الفراغ الأول الفراغ الأول حلو happened بنضيف لا happen ed بحيث يكون الجواب صحيح مثل ما أنتم شايفين فهيكا إحنا حللنا الفراغ الأول happened فهو بيحكي إيش something unusual happened to me حدث شيء غريب أو غير معتاد لي نكمل my parents said I did a kind thing المعنى يا أستاذ المعنى my parents عارفين my parents والداي إيش ما لهم قالوا ماذا قالوا أني did فعلت think شيئا جيدا أو لطيفا أو شيئا جميلا ما هو الذي عمله Mrs. Jones السيدة Jones تسأل وتقول when did it happen وانتبهوا صيغة السؤال هاي راح تفيدنا لما نروح نحل exercise number 8 لما نحل تمارين ثمانية when did it happen المعنى متى حدث متى حدث هذا الشيء اللي هو unusual غير معتاد فبيحكي لنا جاءك yesterday morning ما معنى yesterday morning صباح أمس while اللي معنىتها بينما I بينما أنا فراغ go يذهب to visit my cousins إيش معنى to visit my cousins لي أزور my cousins ما معنى my cousins أبنى عمي إيش بدي يحكي بدي يحكي بينما أنا هل بدي يحكي بينما أنا أذهب هو بيحكي يسر دي البارحة ولا بدي يحكي بينما أنا كنت ذاهبا بالتأكيد بدي يحكي بينما أنا كنت ذاهبا ممكن واحد يسألني يحكي يا أستاذ لو حكيت بينما أنا ذهبت بيصير بحكي له ما بيصير لا ليش يا أستاذ لأنه أخذنا بعد while بدنا نستخدم ماضي مستمر وليس بسيط ذهب ماضي بسيط كنت أذهب أو كان يذهب هذا ماضي مستمر فبدي أحكي أنا كنت أذهب كيف أحكي بالإنجليش كنت أذهب بحكي بالأول نظف الشاشة I أيش was going was going was going يعني كنت ذاهبا أو كنت أذهب لأزور أبنى عمي نكمل القراءة ميسيس جونس بتحكي what happened ماذا حدث هو حكى أنه حدث شيء معه غير معتد بدنا نعرف الآن شو هو يترى يلي حدث مع جاك فجاك يجيب ويبيحكي I عارفين I walk ما معنى walk يمشي in the street إيش يعني in the street يعني في الشارع when هي اللي معناتها ماذا عندما عندما I أنا here أسمع an old woman امرأة كبيرة في السن قبل من نكمل خلين نحاول نفهم شو اللي صار هون طبعا واضح أنه في عندي مشي هذا حدث وحدث آخر أنه هو السماع واضح أنه بدي يحكي أنا كنت ماشي في الشارع عندما أنا سمعت امرأة كبيرة في السن كذا وكذا فبدي نحكي كيف نحكي أنا كنت أمشي أنا كنت أمشي لاحظة هنا في when عندما بتربط ماضي مستمر مع ماضي بسيط الماضي مستمر أنا كنت أمشي أنا I موجودة كنت أمشي ما معنى كنت أمشي حاولوا أنكم تجاوبوا إذا بتعرفوا كنت أمشي معناتها was walking لاحظوا الأصل اللي هو الفعل walk هاي في عندي الفعل هنا walk عشان أخلي ماضي مستمر بحط قبليها was أو where وبضيف ing ممكن واحد يحكي يا أستاذ ضفنا was ليش ما ضفنا where مثلا بحكي لما يكون الفاعل مفرد أو I بنستخدم الwas was walking طيب نكمل فإذن هو بحكي I was walking أنا كنت أمشي في الشارع when عندما أنا سمعت فما معنى سمعت الآن hear يسمع بدي أخليها سمعت يعني ماضي بسيط تصريف الثاني hear hear ماضيها hear من غير E ما في E hear هذا فعل غير منتظم إليه طريقة خاصة حتى يصير ماضي طيب نكمل أوكي نكمل الآن القراءة أوكي إذن سمعت إمرأة كبيرة في السن asking people asking people إيش يعني asking people تسأل الناس عن ماذا تسألهم about عن a boy يعني ولد called bill يدعى bill إذن في عندي old woman بتسأل عن شخص بتدور على واحد اسمه bill هذا bill عبارة عن boy طيب تمام نحاول نفهم قدر الإمكان she wanted ما معنى she wanted حكولي قبل ما أحكنا هي أرادت to see أن ترا him أن تراه إذن هي أرادت أن تراه play football but he was but was lost الآن هي كانت بدأت تشوف هذا المفروض أن يلعب فطمول لكنها lost إيش يعني lost ضاعت هذه ال old women الإمرأة الكبيرة في السن إيش ما لها lost ضاعت and didn't know where to go إيش يعني يا أستاذ و لم no ولم تعرف أين تذهب هاي الإمرأة الكبيرة في السن ضاعت ولم تعرف أين تذهب ضاعت أوكي وهي تبحث عن الطفل الاسم بيل وكانت هي تتوقع أن يكون يلعب كرة قدم الآن ما ستحكي what happened next إيش يعني what happened next يعني ماذا حدث بعد ذلك بيجي الجواب من جاك بيحكي إنا I remembered إيش عنا I remembered أنا تذكرت I أنا go يذهب to watch my cousins play football later that afternoon okay so I decided to take her to their house to see if they knew who she was if I have I remember to I went to to I saw to I I saw my أبناء عمي يلعبون كرة القدم. فالآن هاية بما أنه فيها كنت ذاهباً أنا كنت ذاهباً هاي ماضي مستمر. كيف منحكي أنا كنت ذاهباً I موجودة. كنت ذاهباً كنت ذاهب بنجي هون بنحكي was go ونضيف لها ing was going. أنا كنت ذاهباً لأشاهد أبناء عمي يلعبون كرة القدم. لذلك I decided. I decided يعني أنا قررت to take her. ايش يعني to take her؟ أن أخذها تلك الامرأة الكبيرة في السن to their house إلى بيتهم to see if they knew who she was. يعني to see لأرى إذا هم عرفوا من تكون. طبعاً الرابط أنه أبناء عمي كانوا يلعبوا كرة القدم. وهذه الأمرأة الكبيرة في السن كانت بدها تشاهد واحد اسمه بيل. كان يلعب كرة قدم. فممكن أنهم يتعرفوا عليها. الآن تأتي ميسيس جونس وتسأل سؤال. في عند هذا السؤال في they. ايش معنى they هم؟ recognize. أنا متأكد recognize جديد على أكثركم. recognize معنى تها يتعرف. يتعرف على her عليها. فهي بدأت تسأل هل تعرفوا عليها؟ فطبعاً هل تعرفوا عليها ماضي بسيط؟ هل تعرفوا تعرف ماضي بسيط؟ فكيف أسألها في الماضي؟ أول شيء هل تعرفها؟ هل معنات في الماضي البسيط did. في الماضي البسيط هل معناتها did. هل هم did they؟ تعرف recognize. هل يا أستاذ بزيد d عشان يصير آخرها a d عشانها ماضي؟ بنحكي له لا. خليها مثل ما هي. ليش يا أستاذ؟ لأنه لما يكون في عندي did الفعل بيكون مجرد. ايش يعني مجرد؟ يعني أصلا الفعل من غير أي زيادة. فdid they recognize her؟ هل تعرفوا عليها؟ okay yes she was the grandmother of one of the players. كان جدة إحدى اللاعبين. هاي كحنا بيكون خلصنا هذا التمرين. طبعاً التمرين السادس بيحكي أنه استمع لشخص بيحكي هذا الحوار. لأشخاص بيحكوا هذا الحوار. نتجاوزوا إلى التمرين التالي. التمرين التالي مفيد جداً بل هو في غاية الإفادة. لكل واحد حاب أنه يطور مهارته في كتابة وتأليف جمل إنجليزية. عشان هيك يريد أنكم تركزوا معي بشكل كبير. بدايةً هذا التمرين ايش بدوا مننا يا أستاذ؟ التمرين seven بيحكي لي make sentences. فهل أنتوا عارفين ايش ما تmake sentences؟ احكولي. اعمل جمل. اصنع جمل. using باستخدام ماذا؟ past simple. past simple يعني ماضي بسيط. فقط ماضي بسيط؟ كلا. and و past continuous ماضي مستمر. إذن كل جملة من هذه الجمل راح تحتوي على ماضي بسيط وماضي مستمر مع بعض. كيف يا أستاذ راح تحتوي على زماني مع بعض. الجملة فيها حدثين. يعني مثلاً الجملة أولى فيها walk. وأيضاً فيها find. فأحد هذول الحدثين راح يكون past simple. والحدث الآخر راح يكون past continuous. وعشان نسهل عليكم الموضوع. احنا راح نتبع التالي. وأنا أحضر في الدرس. جهزت لكم يعني شيء بسيط. طبعاً هنا نفس الجمل اللي عنا نفسها مثلاً جملة رقم واحد. أنا حطيتها هون واحد بس أصغر الشاشة هاي. شاشة الكتابة حتى نقدر نشوف الكتاب والكتابة معاً. وآمن انها تكون أمور سهلة بالنسبة لكم. طبعاً كتابة الجمل هي مهارة مفيدة جداً حتى الواحد يقول والله السنة هاي بس تخلص. يقول والله اطورت انجليزيتي. في عندهم مثلاً walk. walk to work. walk to work. فما معنى walk to work. المشي إلى العمل. طيب كويس. هاي سهل يا أستاذ. بعدين في عندي هون find a wallet. find a wallet يعني يجد يجد ماذا؟ يجد آآ محفظة محفظة نقود full of money. مليئة بالنقوط. طيب يا أستاذ لحد هسا يعني عرفنا ايش في بالجملة بس ايش نعمل؟ في عنه هون بين قوسين they. لاحظتوا? they. they اللي معناتها هم. هذا هو الفاعل. اذا انا بدي اربط هاي الجملة مع بعضها. راح تكون منطقياً. خلينا نحكي لكم كيف منطقها في العربي. بعدين نشوف كيف بنسويه في الإنجليزي. بدنا نحكي هم كانوا يمشون إلى العمل. طيب هم كانوا يمشون إلى العمل عندما وجدوا عندما وجدوا محفظة مليئة بالنقود. سهلة ولا صعبة؟ هسا شوفوا كيف بنكتبها مع بعض بالإنجليزي. إذا تحاولت تتفاعلوا معي وتشاركوا معي راح تكون سهلة. أول شيء بدي احكي هم. ما معنى هم؟ they. وهي they. هم كانوا يمشون. ما معنى كان تذكروا واش مات كانة؟ معروفة. إما was وإما where. واحدة منهم. إيش راح نختار؟ بما أنه الفاعل they جمع فبنختار where. صار عندي هم كانوا. هم كانوا. يمشي هيها walk. هي صار عندي walk. هل أضيف لها ing ولا لا؟ بالتأكيد لازم أضيف لها ing. ليش يا أستاذ ما فهمنا ليش ضفنا لها ing؟ لأنها بدها تسير ماضي مستمر. هم كانوا يمشون. انتوا احفظوها كالتالي. إذا في عندي was أو where. وبدي أحط بعديها فعل. الفعل بخلي آخرته ing. طيب هم كانوا يمشون. ماضي مستمر. ماضي لأنه في ing. عفا. ماضي لأنه في where. ومستمر لأنه في ing. طيب أستاذ. خليني نكمل. الأمور صارت تتضح شوي شوي. they were walking. هم كانوا يمشون. نكمل إلى العمل. to work. طيب. هسا هون شايفين هاي السلاش. بين الحطمة كانها أداة ربط. كلمة ربط. اللي هي عندما. ما معنى عندما في اللغة الإنجليزية؟ إذا مش عارفينها لازم تعرفوها. when. ممكن واحد يحكي يا أستاذ when. أنا بعرف معناتها متى. بحكي صحيح. لما تكون في أول السؤال معناتها متى. لكن هنا مش سؤال. هاي معناتها عندما. المعنى الثاني إلها. طيب. إذن هم كانوا يمشون إلى العمل عندما. عندما. عندما ماذا؟ عندما هم. مرة ثانية باستخدم الفعل. عندما هم وجدوا. when. ما معنى هم. they. وجدوا. الماضي من find. ممكن واحد يحكي يا أستاذ يعني find it. بحكي له لا. لأنه find فعل غير منتظم. الماضي منه found. طب يا أستاذ كيف بدي أعرف إنها find ماضيها found. ما في طريقة إلا إنها لما تمر عليك. لما تمر عليك وتكتبوها في الدفتر الإنجليش. التصريف الأول. اللي هو المضارع. والتصريف الثاني هو الماضي. وتحفظوها. هاي هي الطريقة الوحيدة للأفعال غير منتظمة. نكمل عندما هم وجدوا. ماذا وجدوا؟ وجدوا أولت محفظة. مليئة بالنقود. إذن هاي نفسها نكتبها found a wallet full of money. هل هيك خلصنا يا أستاذ؟ نعم، فول استوب. هيك خلصنا الحمد لله. حس هادا الجواب أنا خلينا لونه بلون آخر على سبيل المثال أحمر أوكي أو اللي نجعله أزرق طيب هذا إذن هو الجواب اللي في الأسود هون نفس اللي في الكتاب بس أنا حطيته هون عساس أنه تكون أمور أقرب وأسهل طيب إحنا خلصنا جملة الجملة الثانية أنا بتصور الآن لما نعمل الجملة الثانية تكون أمور أسهل لأنه صار في عندك الآن خبرة كيف رح نشتغل على هذا التمرين في عندي شوب إيش مانت شوب؟ متجر ألوز شوب متجر وإذا فعل معناتها يتسوق شوب معناتها يتسوق ألوز معناتها يفقد والت قلنا محفظة محفظة النقود معناتها والت من هذا بيصير معاه هيك شي هي إذن الآن نفس النظام اللي نحكي هي هي كانت تتسوق أعيد مرة ثانية هي كانت تتسوق هذا ماضي مستمر عندما عندما فقدت المحفظة صحيح؟ الآن هس نشوف كيف بنكتب بداية كيف نحكي هي كانت تتسوق أوكي نحكي شي وهي شي كيف نحكي كانت أوكي لحظة شوية أوكي هي كانت شي واز تتسوق شوب بضيف لها آين جي نعم بضيف لها آين جي بس البي بيصير دبل بي وآين جي لش سوناها دبل بي أو سات لأنه مقطع واحد شوب مقطع واحد وآخر حرفين علة ثم ساكن نكمل شي واز شوبينج هي كانت تتسوق نيجي هول مكان السلاش بدنا نحط عندما إيش معنات عندما بتتذكروا وين هسا صرت بتتذكروا إن شاء الله عندما إذن هي كانت تتسوق عندما هي فقدت المحفظة مرة ثانية هي شي فقد lose يفقد ما معنى فقد الماضي منها ليس lose مرة ثانية هذا فعل غير من تضم lost الماضي من lose lost lose يفقد lost فقد كيف عرفت يا أستاذ مرت عليه به هالزمانات واحفظت هيها مرت عليكم دوركم الآن إنكم تحفظوها إنها lose معناتها يفقد تصريف أول يعني مضارع lost فقد ماضي تصريف ثاني ماذا فقدت ال wallet اللي هي المحفظة نذهب إلى three three عندي هون jog jog ماتها you harwell in the park يعني you harwell في المتنزه the car theft happened يعني سرقة للسيارة حدثت we نحن طيب هيا عندي نفس السؤال هيا موجود عندي هون طيب عشان نركز أكثر هيك عليها بدنا نحكي نحن إيش رح نحكي حاولوا بالله تحكي قبلي نحن كنا نهرول في المتنزه عندما حدثت سرقة سيارة طيب الآن يلا مع بعض نحن هاي نحن we كنا نهرول where jogging اوكي انتو عارفين لش وار و لش عين جي حكينا قبل شوي when in the park in the park ايش لازم نضع الآن بالله يحكولي when عندما عندما ماذا حدثت سرقة سيارة او سرقة السيارة the car theft happened هاي نقطة يا أستاذ ليش ما استخدمنا when we هون لأنه هون اللي حدث مش احنا اللي حدثنا سرقة السيارة اللي حدثت لحدت الفرق فمش منطقي بحكي احنا سرقة السيارة حدثت لا نحن كنا نهرول عندما سرقة السيارة حدثت او حدثت سرقة السيارة نأتي الآن الى فور في عندي هون في فور study يدرس for my exam للواجب عفوا امتحاني طبعا من هو كان يدرس اي انا انا كنت ادرس في امتحاني عندما have a terrible headache عندما انا اصابني صداع رهيب طيب تمام اذا الآن مع بعض مرة اخرى بدنا نحكي انا كنت ادرس كيف احكي انا كنت ادرس i was studying okay studying i was studying لأجل امتحاني for my exam الآن هون بدل السلاش بدأ احط تذكروا عندما when عندما عندما انا حصل لي when i had ليش had يا أستاذ لأنه ماضي بسيط had had okay فبنحكي when i had a terrible headache a terrible okay double r i b l headache head معناها رأس headache يعني صداع يعني وجع الرأس okay okay تمام اذا نحن هيك ماشيين تمام الحمد الله لاحظوا انه انا بستخدم للربط when مات عندما العبارة الاولى بتكون ماضي مستمر والعبارة الثانية ماضي بسيط في عنده هون خمسة five read the paper يقرأ ماذا الورقة hear the baby cry يسمع يسمع الولد يبكي من هو اللي كان يقرأ وسمع he هو فبدي احكي هون هو كان يقرأ الورقة كيف احكيها how did نقلوني he ماذا he was reading كان يقرأ كان يقرأ ماذا الورقة the paper when عندما عندما سمع من هو السمع مرة أخرى هو سمع when he الآن هسا بديك تنتبه hear يسمع كيف خليها السامعة hear مرت معنا قبل شوي عفن hear hear the baby cry الطفل يبكي اوكي طيب او بكاء الطفل طيب هل هيك احنا خلصنا five نعم احنا هيك الحمد لله رب العالمين خلصنا الجملة الخامسة هيا خمس جمل بحمد الله عز وجل عملناها هاي هي الإجابات الحمد لله رب العالمين اذا حسين انه هذا الفيديو مفيد لكم وما كنتم مشتركين في القناة ياريت تشتركوا الآن وتفعلوا زر الجرس تشتركوا وتفعلوا زر الجرس اذا كنتم مشتركين ياريت انكم ما تنسوا تعملوا لايك اعجاب الآن وبعد ما ينتهى الفيديو ياريت الجميع يشارك يعمل مشاركة لهذا الفيديو لبعض الناس الأصدقاء أو الأقارب المهتمين باللغة الإنجليزية طيب نأتي إلى التمرين number 8 التمرين الثامن قبل ما نروح على التمرين الثامن في عندي هون شيء مهم هون بحكي speaking strategies هون أنا يعني باختصار بدي أعطيكو المفيد هون think clearly فكر بشكل واضح وفي عندي شيء مهم عشان order of events يعني ترتيب الأحداث لأنه هسه هذا الشيء رح نطبقه رح نطبقه هذا الشيء بالكتابة عشان نرتب الأحداث ممكن أستخدم مثلا this morning في هذا الصباح وكمان ممكن أستخدم next بعد ذلك ثم ممكن أستخدم in the end في النهاية تمام فأنا ممكن أرتب الأحداث باستخدام هذا الشيء ثم حدث كذا وكذا وفي النهاية حدث كذا وكذا هذا الشيء إن شاء الله رح نطبقه بشكل عملي كمان شوي وكمان ممكن نستخدم before اللي معناتها قبل ممكن نستخدم after اللي معناتها ما ترأى جاك الامرأة الكبيرة في السن اللي أخذناه هون الانسر before قبل he reached his cousins قبل أن يصل بيت أبناء عمه فلاحظوا أنه before اللي معناتها قبل وafter اللي إيش معناتها بعد بنستفيد منها كمان عشان نرتب الأحداث كيف رح نعمل الآن يا أستخد exercise 8 تمريل 8 بيحكيلي باختصار أنه في عندي هون ثلاثة مواضيع في عندي هون ثلاثة مواضيع A وB وC بيحكيلي اختار إيش one of the three situations اختار موضوع واحد بس بد اختار واحد منهم مش الثلاث لا بس بختار واحد منهم احنا رح نختار A تمام رح نختار A وبس نختار A شو بيحكيلي شو بتساوي انه اعمل five اوكي هون بيحكيلي each of you should make a list of five things happened during the events بد نعمل قائمة من خمسة اشياء حدثت خمسة اشياء حدثت بدنا نعملها على شكل مثلا asking questions and answering بعدين يعني عبارة عن طرح سؤال وإجابة هذه الأسئلة كيف يعني استاذ الامور مش والها انا بحكي لك الان ان شاء الله بسط عليك الامور مثلا في عندي ايه بحكيلي you saved انت انقذته little boy يعني طفل صغير او ولد صغير caught in fire كان محتجز في النار اتخيل انه هذا الشيء حدث معك انه كان في واحد محتجز في النار طفل صغير وانت انقذته انت انقذته هذا حدث صح ولا لا طيب ما شيء اتخيل انه انت مثلا بعض الناس حواليك رح يسألوك شو صار معك اليوم كيف انقذته شو اللي صار بالضبط فرح يسألوك بعض الاسئلة صح ولا لا احنا بدنا نتخيل بعض هاي الاسئلة ونتخيل ايش اجابات ممكن تكون عليها فاحنا رح نعمل خمسة اسئلة وخمسة اجابات استاذ كانها صعبة لا مش صعبة رح اسهلها عليكم ان شاء الله اكثر انا جهزت خمسة اسئلة وخمسة اجابات منطقية بالعربي ورح نكتبها مع بعض بالانجليزي في بعض الناس ممكن يحكي يا استاذ يعني ليش ما تكتب الاجابة مرة واحدة وتريحنا بحكي لكم هيك انتو ما استفدتم هيك حقيقة ما استفدتم يعني لما تخلص السنة ويكون الطلاب بس انهم بينقل اجابات ما تطورت انجليزيتهم فمهم كثير انه يكون هذا تدريس مش حل اسئلة تدريس ومن ضمن الدراسة انه نشوف كيف نحل الاسئلة انتفقنا طيب الان بدنا نسأل سؤال ماذا حدث اتخيل واحد بيسألك بيقول لك ماذا حدث كيف رح يسأل بالانجليزي مع بعض مش لحالي ماذا what حدث happened what happened سهله ولا صعبة سهله what happened ماذا حدث طيب الان بدأ اكتب الجواب هون الجواب انه بدك تحكي بينما كنت امشي هذا المساء طيب شو صار رأيت سيارة تحترق رأيت سيارة عفوا نعم هنا رأيت طفلا اوكي لاحظة شوي بس خلينا احول العربي رأيت اوكي رأيت طفلا رأيت طفلا في سيارة تحترق اوكي كيف نحكي بينما مع بعض شوفوا كيف الامور سهلة ان شاء الله اول شيء بدي احكي بينما اوكي اقربها هون عساس انها تكون جنبها بينما ما معنى بينما while اخذناها سابقا في دروس سابقة بينما كنت امشي ما معنى كنت was طيب امشي walking ليش يا استاذ مش walk لحالها لانه هذا ماضي مستمر كنت امشي كنت امشي was walking متى كنت امشي هذا المساء ما معنى هذا تذكروا this طيب مساء احكوا لي تذكروا evening حاولوا تشاركوا معي كالك بالحصة طيب وهاي حطينا فاصلة عندما كنت امشي هذا المساء شو صار رأيت طفلا رأيته يعني انا رأيته كيف احكي انا i كيف احكي من انجليزي رأيته ماذا بيعرف i saw طفلا ايش معنى طفلا a baby او ممكن تحكوا little boy little boy احنا خلنحكي baby طفل لو حكيتوا little boy ولد صغير ما في مشكلة i saw a baby رأيته طفلا في سيارة تحترق في in سيارة تحترق a burning car لانه في الانجليزي الصفة بتسبق الموصوف هاي احنا هيك عملنا سؤال واجواب هاي احنا عملنا سؤال واجابة هذا هو السؤال وهي هي الاجابة احنا عملناها بشكل ناجح والحمد لله شو اللي معنى نعملها سيستاذ بدنا نعمل كمان سؤال ثاني متوقع يعني انت واحد رح يحكي لك شو صار بتحكي له والله هيك هيك i saw a baby لما كنت ماشي طيب رحي ممكن يسألك مثلا شخص ماذا فعلت بعد ان رأيت ذلك هذا السؤال متوقع ممكن واحد يسألك هذا السؤال كيف هذا السؤال ممكن ينعمل بالانجليزي ماذا فعلت ماذا فعلت ما معنى ماذا what فعلت did you do لانها do مات هي فعل وdid هون ما لها معنى حطناها بس عشان نقول انه هذا السؤال في الماضي هذا الشيء اخذناه بالتفصيل في الماضي البسيط اكتب على اليوتيوب رائد المساعد الماضي البسيط رح تلاقوا فيديو احضروه اذا بدكوا بعد ما تخلصوا هذا الفيديو نكمل what did you do ماذا فعلت بعد ان يعني after بعد ان رأيت ذلك كيف نحكي رأيت يعني انت رأيت you saw that ماذا فعلت بعد ان رأيت ذلك نجي الان للجواب تحكي ركضت يعني انا ركضت i run ركضت الى السيارة to the car انا ركضت الى السيارة وفتحت الباب and opened the door and opened the door وفتحت الباب نقطة هاي نقطة ثم اخذت الطفل ما معنى ثم ممكن واحد يحكي then بنحكي له صحيح وممكن واحد يحكي next بنحكي له كمان صحيح ممكن واحد يحكي after that نحكي له كمان صحيح next اخذت يعني انا اخذت الطفل ما معنى انا i ما معنى اخذت took الماضي من take الطفل the baby the baby i took the baby يعني امن الحقيقة انه ما اكون لحالي قاعدة احكي تكونوا انتوا تشاركوا معاي قدري الامكان هاي هيك الحمد لله عملنا سؤالين مع جوابتهم اذا حسيتوا في البداية صعوبة الامر راح يصير اسهل اكثر واكثر مع الجمال اللاحقة ثلاث متى اتى رجال الاطفاء واحد يسأل متى اتى يعني متى جاء رجال الاطفاء ما معنى متى هاي متى when جاء رجال الاطفاء في الانجليزي الفاعل اللي هما رجال الاطفاء قبل الفعل فبحكي رجال الاطفاء مانا رجال الاطفاء firemen the firemen رجال الاطفاء when the firemen طبعا هون في خطأ هاسم صلحه يأتي come عشانها في الماضي بسيط لازم نحط بعض لدات السؤال did نحكي when did the firemen come when did the firemen come متى اتا رجال الاطفاء الجواب جاءوا بعد ان انقذت يعني انا انقذت الطفل جاءوا كيف احكي جاءوا هم جاءوا they came بعد ايش معانت بعد after انقذت انا انقذت i saved انا انقذت الطفل the baby نقطة full stop طيب حلو نجي الان الى for اربع السؤال الرابع ماذا فعل رجال الاطفاء بعد ان انقذت الطفل ماذا فعل رجال الاطفاء اول شيء ماذا ايش معانت ماذا what افا هون what hey what بما انه انا بدي اسأل عن شيء في الماضي لازم احط did ما لها معنى بس عشان الناس يعرفوا انه هذا ماضي الان رجال الاطفاء هاي fire the fireman فعل do ليش يا استاذ ما حطين هون did بما انه ماضي فعل نحكي بما انه في عندي هون did فالفعل هون لازم يكون مجرد تصريف الاول do ماذا فعل رجال الاطفاء ايش بعد ان انقذت الطفل بعد after انت انقذت you saved الطفل شمعت الطفل the baby وهي على ان تستفهم الجواب بدك تحكي شكروني هم شكروني كيف نحكي هاي دول الكلمتين they thanked me they thanked me هم شكروني هيكي بنحكيها في انجليزي وآخر شي هون آخر سؤال مع آخر جواب قبل ما انهي هاي الصفحة وانهي هذا الفيديو لكن استغل الفرصة اذكركم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو ماذا قال والدي الطفل والداء الطفل ماذا قال اول شيء ماذا ماذا هي هوت هاي جملة في الماضي صح ولا لا فبعد what بعد that السؤال بحكي did الفاعل أبواني الطفل the babies أسس الملكية parents والداء الطفل يعني الوالدين تبعين الطفل عشان هيك محق أسس الملكية ماذا والداء الطفل ايش قال said لا لازم say مجرد لانه في عندي did هون عندي say صارت السؤال عندي what did the baby's parents say ماذا قال والداء الطفل الجواب قالوا يعني هم قالوا كيف أحكي بالانجليزي هم they وقالوا said هم قالوا أنني هيها أني i كنت شجاعا ما معنى كنت واز وشجاعا brave أو courageous هيك إحنا بنكون الحمد لله يعني حلينا هذا التمرين كاملا تمام وإذا واحد منكو حب يعملك على شكل فقرة الأجوبة هاي شايفينها الإجابات ينسى الأسئلة الإجابات ممكن إذا بده يجمع الإجابات وراء بعض ويحط بعد كل إجابة نقطة راح تطلع معاه زي هيك فقرة كاملة الفقرة هاي هي عبارة عن إجابات هاي الأسئلة تمام لاحظوا كيف إحنا نتعلم شوي شوي أن نكتب فقرات طويلة بس يريد أنه أهم شيء أن الواحد ما بيقدر يحكي أنا ما بقدر إذا الواحد قال أنا ما بقدر فصعب أنه يتعلم لكن إذا الواحد قال أنا راح أحاول حتى لو أخطعت فإن شاء الله راح يتعلم مع الوقت سيد راد المسعيد يحييكم أتمنى أنك تكونوا استفدتوا يا رب